لدى استقبال سموه لعدد من عضا مجلسي النواب الشورى أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن أعضاء السلطة التشريعية لهم مكانتهم التي تستند إلى ملديهم من تفويض شعبي وما يطالعون به من دور بارز في مسيرة العمل الوطني على كافة الصعد ودعا سموه إلى الاستفادة من الأجواء الديمقراطية في المملكة وما تمنحه من بيئة خصبة لحرية الكلمة يجب أن يتم استغلالها للنقاش في القضايا التي تعزز قيم البناء والتنمية وتقوم الطريق إليها وتعزز من ترابط أبناء شعب البحرين وتجمع كلمتهم لا أن تكون منطلقا لبث الفرقة والفتنة والتشكيك في جهود المؤسسات الوطنية وأكد سموه على ضرورة جعل مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للتقارب بين أبناء الوطن الواحد ولا تجنح إلى ما قد يثير الشقاق وأن تكون منطلقاتنا جميعا هو العمل من أجل خير الوطن وتقدمه وأحث سموه على الوحدة والتلاقي حول المصحة الوطنية والابتعاد عن المهاترات التي تضرب تماسك المجتمع وتثير نعرات التفرقة والتحزم وكان صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقسل القضيبية صباح اليوم علي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور عدد من كبار المسؤولين بالمبلكة وخلال اللقاء أكد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قائمة على الشراكة الاستراتيجية ولا تحتاج إلى وسيد وما يخدم هذه العلاقة من وجهة نظر يتم طرحه في اللقاءات المباشرة أو القنوات الرسمية فالحكومة والنواب شركاء ويستند التعاون بينهما على الصراحة والمكاشفة وشد تسموه على ضرورة أن تتضافر جهود جميع المؤسسات وأن تعمل يدا واحدة بالشكل الذي يدعم مسيرة التنمية وأن لا نترك المجال لمن يريد أن يشغلنا عن أداء واجبنا الوطني لصالح الوطن والمواطن وقال اسموه أن توشهنا سيضل واحدا لاستكمال منظومة التنمية التي تشهدها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن أيسى الخليفة عهل البلاد المفدع في طول الله ورعاه وعلينا أن نعزز من مكتسبات الوطن في الصحة والتعليم والإسكان وغيرها وأن تكون لنا المواقف المؤثرة حتى نفشل أو حتى تفشل محاولة كل من يريد شرا بالبحرين وأهلها وخاطب سموه الحضور قائلا أنتم تمثلون الشعب الذي انتخابكم ووضع ثقته فيكم وأنتم شركاء في المسئولية مع الحكومة وواجبنا أن نعمل سويا ونستمر في الإنجاز لصالح الوطن وشعبه وأن لا نلتفت لأي شيء يوقف هذه المسيرة ونيابة عن عضاء السلطة التشعية الذين تشرفوا بلقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تقدم معالي رئيس مجلس الشورى بعظيم الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يحيط به سموه التعاون بين السلطتين من اهتمام ودعم وأكد أن سمو رئيس الوزراء دائما ما تسبق أفعاله الكريمة وأقواله الحكيمة في لم الشمل وتوحيد الجهود لخدمة الوطن والمواطنين لافتا إلى أن حرص سموه على اللقاء مع أعضاء السلطة التشعية في مجلس يجمعهم مع الوزراء والمسؤولين للدفع بالتعاون الثنائي بين السلطتين لافتا إلى أن اعتزاز سمو رئيس الوزراء بأعضاء السلطة التشعية وسام على صدر كافة منتسبيها موسيقى 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 اشتركوا في القناة